بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنانا طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المرحلة الآلية إن شاء الله مرضا معنا فارغراف About a holiday you will never forget A holiday يعني أجازة You will never forget يعني لن تنساها أبدا طبعا خاصة بالتقييم التاسع لإصاف الثاني السنوي طبعا بارغراف ال holiday طبعا ده متوفق ومشهول جدا عند طلبة المرحلة الآلية ولكن هم طلبينه في التقييم التاسع للصف الثاني السنوي تعلموا بأن نتعرف how to write about this topic وطبعا مطلوب بارغراف فقرة of 80 words من 80 كلمة on the following topic عن الموضوع بارغراف يعني فقرة ما قالش كتب اسم مقال ولكن طلب مننا بارغراف فقط نعمل مقدمة كده بسيطة عن الholiday holidays are so nice and a great time of the year holidays الأجازات are so nice يعني حاجة لطيفة جدا and a great time of the year of the year we relax and have fun on holidays we relax يعني منسترخ كده and have fun وبنستمتع في الأجازات we enjoy our time وبنستمتع بأوقاتنا on holidays for me and my family and my family and my family and my family we like to go to Russell bar we like to go to Russell bar and summer holiday in the summer holiday we all went to Russell bar for a week we all went to Russell bar for a week last summer we all كلنا ذهبنا رأس البر لمدة أسبوع last summer الصيف الماضي we stayed in a holiday flat we stayed أقمنا في شقة في شقة أجازات I enjoyed swimming in the sea I enjoyed أن استمتعت بالسباحة في البحر all my family كل عائلتي enjoy the swimming too استمتع بالسباحة أيضا we always had lunch and dinner on the beach under the umbrella we always دائما كنا بنتناول أقبط الغداء والعشاء on the beach على الشاطئ under the umbrella يعني تحت الشمسية my brother enjoyed playing on the beach my brother أخويا بيستمتع باللعب على الشاطئ my sister أختي enjoyed sitting on the sand أختي بتستمتع بالقلوس على الرمل also my mother enjoyed looking at the sea at sunset my mother بمتبتستمتع بالنظر إلى البحر لحظة الغروب أو أثناء غروب الشمس at sunset really حقا all of us كلنا like holidays so much كلنا بنحب الأجازات جدا really we had a nice time there كلنا حقا إحنا عضينا وقت لطيف هناك it's a holiday I will never forget الأجازة أمري ما هنسها so we decided to go there next summer holiday so لذلك قرر نحن نذهب هناك الصيف القادم أيضا what about you ماذا عنك مرة أخرى أو أخرى we go to Russell Bar in summer every year we like to go to Russell Bar in summer every year we all went to Russell Bar for a week last summer we all went طبعا قلنا يعني كلنا went to Russell Bar for a week last summer we stayed in a holiday flat we stayed in a holiday flat طبعا عشان احنا ضميط فابنحب نروح رسلبر طبعا في ناس كتير بيقوا رسلبر من محافظات أخرى ولكن احنا من مقيم رس دميات I enjoyed swimming ممكن اللي في اسكندرية اكتب في ألكزندرية دو ألكزندرية بيتش اي مكان هو بيزة بيلي او اي مصيف هورجا ده اللي بيروح لها غرداء يكتب الغرداء اللي يكتب رسلبر ويوفر تغيير الكلمة اوكي we all went to Russell Bar for a week last summer طبعا بدنا هنا نستخدم الفعل بتاعنا باست ماضي احنا تكلمنا مقدمة كده عن الأجهزات في الأول لكنها فعلنا تبقى ماضي رحنا رسلبر وعقامنا فيه وعملني فطبعا ديو فعندنا كلها باست نستخدم رسلبر حتى كان عبريبا ستكون على الشمس أيضا يا مieurs أعبت كتب أن أترى أيتها الصورة هل لن نحن نحن الأمر؟ من نحن جميعنا نحن 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 الأمر؟ I will never forget. It's a holiday. I will never forget. So we decided to go there next summer. So we decided to go there next summer. What about you? طبعاً احنا بنكتب البراغراف يريد ما ننساش البنكشوشن موركس علامات الترقيم يعني بداية القملة حرفي كابتال نضع فلسطوب في نهاية الجملة بننساش ايضاً واحنا بنكتب البراغراف عندنا كلمة راسل بار دي بلس مكان الار كابتال الاولى وي كابتال وي بار والبي كابتال ما ننساش في الجملة الاخيرة What about you? ما زى عنك طبعاً الكويشن مورك علامة استفاهم لاننا بطرح سؤال يبقى من رؤى علامات الترقيم أيضاً تنصيك البراغراف بتاعنا يعني ترك مسافة كلمة مع بداية الجملة الاولى ترك مسافة ما بين كل كلمة والكلمة التي تليها ومن هنا نحصل على الفول مورك الدرجة النائلة اللهم ارزقنا نجاحاً في كل أمر ونيلاً لكل مقصد وارزقنا القمة في درجات العلم اللهم افتح لي أبواب حكمتك وانشر علي رحمتك وأمن علي بالحفظ والفهم سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ساشتابان لايك للفيديو ويسبسكريب لو مش مشتركين للمزيد من الفيديو هاتف